السلام عليكم و احمد الله و احياكم الله و اصعد الله و اوقاتكم بكل خير و يا رب ديما تكونوا بألف خير بلا تخذنا و صلى الله عليه وسلم سوف اشرح في هذا الفيديو عن طريقة تعمل فورمات لجهاز G7 Core طبعا هذا الجهاز هو من شركة سامسونج و يشتغل بنظام الاندرونج فهي الطريقة تتم لهذا الجهاز و لجميع جهزة سامسونج بداية اذا كنت مو اشترك قناة اتمنى اشترك القناة و دعمي الفيديو بلايك اذا عزبك هذا الفيديو لاني اللايك يساهم بانتشار الفيديو بشكل اوسع و فعل زر الجرس على الكل حتى يوصلك مني كل جديد و او يطور المقدمة خلنا نتوجه للشرح العملية لحتى نشوف عملية الفورمات كيف تتم يلا نبليش طبعا مثل ما شايفين هذا هو جهاز G7 اول ما من نقوم بعملية ايقاف التشغيل ايقاف التشغيل ما الاعادة بنعمل ايقاف تشغيل الجهاز لحتى ينطفع بشكل كامل نتأكد انه انطفع طبعا بس انطفع بيعطيك رجه بيرج بايدك الجهاز بعدين منقوم بعملية الضغط على الزر الباور و زر رفع الصوت و زر القائمة هذه الطريقة تنطبق لكل تليفون الو في زر قائمة نضغط عليهم ضغطة مطولة متل ما شايفين كيف ضغطة مطولة هيك منضل ضغطين لحتى يشتغل الجهاز بس اشتغل الجهاز هيك عندي اشتغل نطفة بس لعلي الروبوت و شيل اداية عنهم لاحظنا كيف انه ضغطة مطولة عليهم مع بعضهم ضغطة واحدة زر القائمة زر الباور و زر رفع الصوت رفع الصوت للاعلى استنى لحتى يقوم بعملية الاقلاع مثل شايفين طلعت لي هاي القائمة بهذا الشكل انا شو بعمل به الحالة ننزل على كلمة على خامس خيار كيف دي ننزل من الزر الصوت ننزل بزر الصوت طبعا تطعيف الصوت ننزل على خيار اسمه وبداتا فيكتوري ريسيت وبداتا فيكتوري ريسيت هذا الخيار مشان تغسيت بضغط اوكي بالزر الباور ما بالزر القائمة بزر الباور طبعا تطعيف التشغيل بعدين بضغط على يس ننزل على كلمة يس كمان اوكي بالزر الباور كما شايفين هلا عم يقوم بكتابة المعلومات طبعا هو بتستغلك وقت انا سرعت الفيديو شوي السيط برجع كمان بضغط على اول وحدة بس لعتلي هاي القائمة اللي طلعتلي اول شي بعد ما اونا عملية الريسيت بطلع القائمة نفسها تاني مرة بضغط اوكي على اول خيار هيك كما شايفين هلا اعادة اقلاع على الجهاز متما شايفين هلا هيك اشتغل الجهاز هون منختار اللغة بس اشتغل بيعطيك ان تختار اللغة بحط اللغة اللي بدك ايها انت طبعا انها لغة عربي بحط عربي وبعدين بضغط على موافق بعد ما ضغط على موافق تلاقي شفت قلب صار كان على يمين صار اليسار نروح على السهم على السهم الازراء متما شايفين طبعا هون بيطلب انك تتحقق بعض المعلومات اللي بدك تضغط على اول اخر بحدة تحت عشان تعلمون كلهم بعدين متروح على التالي هون استعادة بيانات القديمة لإعداد اسرع نحنا بيطلب انك استعادة بيانات نحنا عملنا فرماتي مشان نمسح كل شي نعمل تخطي لهذا الامر في الوقت الحالي ونغط على التالي هون بيطلب انك اختيار شبكة واي في لحتى يتأكد قال هيك بيكتب هون طبعا نحنا بنختار شبكة واي في المتصلين عليها طبعا نضغط على كلمة موافق اول شي ونضغط على شبكة الاتصار بنحط كلمة السر هون بعد ما عملنا كلمة السرع بيطلب جهر الاتصار هكذا تم اختيار الشبكة بنغط على التالي جال البحث عن التحديثات بيطلب منك رسم النمط طبعا الهاتف ورجع بيطلب منك جال التحقق والمعلومات طبعا انت ذاك نطوي برك عليهم الشيان معه هون تسجيل دخول على جوجل نعمل تخطي هلا ونقل له اختيار ونعمل تخطي هلا ونعمل تخطي هلا ونعمل تتأكد من التاريخ اذا مزبوطين او لا ثم تضغط على التالي الموقع الجغرافي احدد لك المزيد المزيد خدمات جوجل بلاي ونحماية هاتف انه بيطلب لك اعمال نماط او شي عملت له ليس الان هلا جال اضافة اللمسات النهائية نعمل تخطي هلا ونعمل تخطي هلا بعدين نتسجل دخول انت بايع عكية فك تختار اذا كنت سجل دخول او لا اخر شي يكتبك تماماية العملية نعمل انهاء هيك هلا تهيئ التليفون ونمسح كل شي فيه وصار جاهز بعد عملية الفرماتة اللي تمت هذا كل شي بخصوص عملية فرمات الجهاز Galaxy G7 كون طبعا نطلق هذه طريقة تنطبق لكل اجهزة السامسونج اللي فيها زر قائمة اللي عليها كبسة زر قائمة تنطبق عليها هذه الطريقة كنتم احطي لكم ببداية كيف نضغط الضغطة مطولة الجهزة الحديثة اللي ما الى زر قائمة هي الى طريقة فرمات تاني ان شاء الله سننزل عنا فيديوهات جديدة اشتركوا في الفيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته